إذا متابعنا كرام في هذا الخبر المضحك والغبي والمثيل السخري على كل المستويات قال لك مرتزقة البوليزاريو في الشخص ديال بلنبطوش راسل الأمان العام للأمم المتحدة صفت له رسالة يتوسل فيها ألا يقوم المغرب أو يتم منع المغرب من تنظيم مباريات كأس العالم في الأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية غير الخبر أو هذا التصرف الذي دارهم مرتزقة البوليزاريو يؤكد لنا على أنهم وردوا ذلك الغباء ديال نظام حضارات الجزائر وهذا شيء عادي طبيعات الحال هذه المسألة عادية جدا أنهم يوردوا هذا الغباء ديال نظام حضارات الجزائر أشدخل الأمم المتحدة أشدخل أنطونيو جوتيريز في مسألة يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم أشدخل الأمم المتحدة للأغلب أغلب الملفات التي المتحدة في ملف رياضي المسؤول هو الاتحاد الدولي لكرة القدم وهي الفيفا أشدخل أمم المتحدة في الفيفا فهذا من جهة من جهة أخرى شكولي قل لكم يا مساخت الوالدين بأنكم من هنا الألفين والتس accelerate меня ستكونوا مازالين كينين ستكونوا مازالين كينين وهو غير من ناحية إصطلحة الرسالة أو هذا التصرف بلنبطوش هو يؤكد على أن من هنا ستكون مازال مغربية في حين أن البروباغندة التي يكتبون بها على المحتجين في مخيمة تندوف وعلى المناصرين وعلى البصبعيين وعلى الجزائرين المستحمرين يقولون لهم كل عام بأن هذا هو عام الحسن وبأن هذا العام هو العام الذي سيتهزن فيه المغرب وبأن هذا العام هو الذي سيأخذ فيه الصحراء وبأن هذا العام هو الاستقلال وتلك الشعارات والخزع بلات كل سالك يقولون نفس المسألة ده بخرج بلنبطوش وقال ليهم من هنا الـ 2038 الصحراء ستكون مازال مغربية طبيعة الحال الصحراء ستضل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومامل عليها وما كان قوة فوق هذه الأرض قادرة على أنها تحيد مغربية الصحراء لكن شوفوا غير هذا التصرف الغبي الذي يؤكد على أن مرتزق قدية البوليزاري الواثين ورث ذلك الغباء من نظام حضرات الجزائر وهذه المسألة الطبيعية أشدخل مسألة السياسية للأمم المتحدة في قدية تتعلق بالشيفا تتعلق بالاتحاد دولي للكورة القادة من جهة أخرى إذا كان المغرب سيزيد مدينة سابعة على استدل المدن الذي سيحتضم المباراة سيزيد مدينة سابعة وهذه المدينة سيكون في الصحراء المغربية في الأقاليم الجنوبية لا يوجد قوة فوق هذه الأرض قادرة على أنها تمنع هذه المسألة لا يوجد إذا كان المغرب سيزيد مدينة سابعة وهذه المدينة سيكون عيونه للدخلة في ملعب جديد في هذه المدينتين فهذا سيزيد مدينة سيزيد لا يوجد شيء برهوش ولا شيء بخوش ولا شيء مرتزق قادر على أنه يمنع هذه المسألة من جهة أخرى اللقجع إذا كان بغي أنه ينظم شيء مباراة في الأقاليم الجنوبية قاسما باللحظة تنظم قاسما باللحظة تنظموا وصيروا سهولوا هذه خمسة الرؤساء الإتسحادية الجزائرية اللي كلوا لصم عند اللقجع الجزائريين عارفين المرارة للقجع الجزائريين عارفين ما هو اللقجع وما قدر يدير وإذا هو بغي يحقق شيء حاجة في الميدان أو الميدان دي القرية القدم فهذا سيحققها وما يكون لغا يحيدها في العهد للقجع أخذت صنديم الكأس الإفريقية وكأس العالم في ضرف أسبوعي في ضرف أسبوع فإذا بغينا نزيد مدينة أخرى اللي غادية كل عيونه والدخل وننظمه فيها كأس العالم أرى ما يكين شاولدي شيء قوة قادرة على أنها توقفتش أو قادرة على أنها تمنعتش ودليل غبائكم أنكم بلص ما ترسلوا الاتحاد الدولي لكرة القدم شيء ترسلوا أنطونيو جوتوريس اللي ما عنده تشهد أخلاب هذا الميلف الأمم المتحدة ما عنده تشهد أخلاب هذا الميلف دي الكأس العالم اللي مشرف على هذه المسألة هو الاتحاد الدولي لكرة القدم هنا باشتعرفوا الغذاء ديال الدبلوماسيين الجزائريين الذين يفتقدون لأبسط الشروط وأبسط الأمور المهنية فيما يتعلق بالدبلوماسية وهنا طبعية الحال حينما يتحدث ابن بطوش يقول سحراء ستكون مازال مغربية هذا أعتراف ذمني بأنهم مستطيعون يخذوا السحراء المغربية لم نننى ألف وثلاثين ولم نننى ألف واربعين ولم نننى إلى نهاية هذا العالم إلى أن يرى الله الأرض ومن عليها متبعنا الكلام اراكم في فيديو قادم شكرا